أستاذة سارة تتفضل أهلاً يا صديقي الشيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صديقي الشيك أنا جوز خالطي ما بيصرفش عليها ولا بليم ولا جنيه تعمل معي إيه واسلبه معي وحش أهلاً تعمل معي إيه عددك أنت بتقولي نعمل إيه معه ولا أنت بتقولي إيه جزاء لأني أخطه تعمل معي إيه يعني هو اسلبه وحش معيها تجد تطلب منه فلوس يوضعها في حاجة تشق عندها بريض تعمل معي إيه عددك حاضر أقول لحضرتك حاجة لما الراجل بيأثر في مصاريف البيت قد يكون تأثيره في مصاريف البيت ده في احتمالات بنشوفها إحنا في جلسات إرشاد الزواجي الاحتمال الأول إنه هو يكون بخيل الاحتمال الثاني إنه هو يكون بيخاف من المستقبل فبيقول إيه إحنا ندبر أمرنا شيئاً فشيئاً ونخلي الفلوس مش هيقلين إنها شوية مددش الفلوس كلها للست لإن رديت الفلوس كلها للست هتصرفها كلها ودهوت مش بخيل ده يا رجل بيحتاط الحاجة التالتة بقى إنه هو يكون الشخص ده بيعاقب الست دي فما بيدي لهاش فلوس الكافية عقاباً لها طب نعمل إيه بقى لو إن ده اللي حاصل وأي واحدة من التلاتة دي هي لازم توقف وتكلم الرجل إنه إنه محتاجة فلوس وهي إذا كانت الفلوس متاحة إنه تأخذها لكي تصرف على البيت تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف يعني اللي هي محتاجة تأخذه عشان البيت ده تتصرفها ليه لإنها تعمل إيه هتشحت يعني عشان تصرف على البيت لا ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة هي خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف طب تعمل إيه قبل مسألة إنها تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف أول حاجة تجيب حد من كبراء العيلة وتجيب حد من الناس اللي هو بيسمع لهم وبيأثروا فيه وبيرجع لكلامه فيكلمه ويقوله إن ده مش مناسب ونتفق على مقدار من المال يتناسب معك ومع أولادك دوات أول خطوة دي أول خطوة لازم تتعمل أما إذا حصل ده فانت يلاكي أن تأخذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف